متابعة Validating User Input Handling the Focus إن الفوكس هو قدرة الغرض أو العنصر على استقبال دخل من المستخدم من خلال الفأرة أو لوحة المفاتيح وبالرغم من وجود العديد من العناصر على واجهة التطبيق أو على الفورب إلا أنه واحد فقط من هذه العناصر يمتلك التركيز أو الفوكس في لحظة معينة وهذا العنصر يوجد دائما على Active Form أي الواجهة الفعالة حاليا من التطبيق كل كونترول ينفذ الميثود فوكس وهذه الطريقة تقوم بوضع الفوكس على الكنترول الذي استدعاها وهذه الميثود تعيد قيمة منطقية تشير إلى نجاح أو فشل عملية وضع الفوكس على العنصر الكنترول التي تكون Disabled أو Invisible لا تستقبل الفوكس ويمكن تحديد فيما إذا كان بإمكان الانصر أن يستقبل فوكس أو لا عن طريق الخاصية كان فوكس والتي تعيد True إذا بإمكان الانصر أن يستقبل فوكس وتعيد False إذا لا هذا المثال يفحص TextBox1 ليرى إن كانت تستقبل فوكس أو لا وتضع عليها الفوكس إن كان ذلك ممكنا يكتب في حدث النقر على الزر ما يلي نفذ التطبيق لاحظ بالضغط على الزر أنه بإمكان TextBox1 أن تستقبل فوكس إجعل TextBox1 ديسابلد ثم أجرب مرة أخرى ستلاحظ أن TextBox1 غير قادرة على استقبال الفوكس إن أحداث الفوكس تحدث في الترتيب التالي Enter GetFocus Leave Validating Validated Validated وآخيراً LostFocus إن الحدثين Enter و Leave يقعان عند وصول الفوكس إلى الكنترول وعندما يترك الفوكس الكنترول على الترتيب أيضاً إن الحدثين GetFocus و LostFocus يقعان عندما يحصل الكنترول على الفوكس وعندما يفقد الكنترول الفوكس على الترتيب وهذه الأحداث تستخدم من أجل Field Devil Validation ترجمة نانسي قنقر